السلام عليكم ورحمة الله هذا الفيديو سريع مدار معناه بحذة يا ولدي أنسا بش نعطيكم 3 نصائح بش تكون طريقة المراجعة بتاعكم فعالة جدا معناه بتربح برساوخة في المراجعة وهم نزلوا ايامات قلاء العربة كالوريا بش نعطيكم نصائحة عملية ونصائحة نفسية بش قدمنا لكم ولدي نصائحة الأولانية انه كيفاش تعرف روحك رجعت بالقداية ولا لا الحكاية ماش كثرة التمارين اللي تخدمهم الحكاية بالكيفية اللي تخدم بها بمعنى اي نحبك في كل التمارين تخدمه كل سؤال تسأل كيفاش جد في مخ الفكرة ذي هو هذا دي ما ينفسر فيه في التمارين بتاعي وهذه الحاجة بالحق الميزة بتعتقي اكاديمي انه كل سؤال نقد نحكي لك كيفاش جد في مخ الفكرة بتاع السؤال ذاي لانه تصور روحك انت بالعقلية هذي تخدم ضوزك زرست في كل شابيتر معناها نأكد لك انه شابيتر ذاك شبه اتميته ولا 90% من من الكيستيو عرفتهم كيفاش جد في مخ الفكرة ذي وفهمة اذي كيستيو تقبل انه تحفظها كيكا ذيك معناها خصان في بشاة اسهلة في الفيزيك كما نقول لك ذيكا بتاع لالالسي فورسي مثلا يقول لك يعطيك زوزكوربات يقول لك انا هي اكبر من الاخرى انت بش تبدأ من زاد شابير ار لانك تحفظها كيكا تصبك كيكا اما خلافة كيكا ذي ما اصبح كيفاش جد في مخ الفكرة ذيكا اذا كان شديد في كل تمرين معناها تاخذ العبرة كيف جد في مخ الفكرة ذيكا وتولي تخمم طريقة صحيحة معناها لانك هذا التمرين يكون افكاس على لخ معناها بمجرد تخدم زوز تمرين في كل شابير تقاروحك معناها ابو انساء على لخ لكن القرارة هي مش مطالعة لانك تقعد مع روحك وتقعد احكي مع روحك قول مثلا يسألني كذا كذا اول حاجة في مخي كذا ثانية حاجة كذا ثلاث حاجة كذا وذا تعرفوا بالتمرين اللي اخدمتهم معك النقطة الثانية اللي هي تسأل روحك سؤال اخر كيفاش كيفاش يسألني على نفس الحكاية بطريقة اخرى بمعنى مثلا كسين بتاع انت سأل روحك سؤال اسألة اللي نجم يسألهم لطريقة اللي نجم يسألني بها باش نجاوب نجم يقول لك مثلا هذا سؤال اللي يجيك في الاجساسيس ينجم يقول لك مثلا اعطيني روحك اي والدريفة اي والدريفة ينجم يقول لك اعطيني روحك ملوى ديما ديما بكل كسين ينجم يقول لك بطرق مختلفة انت في كل اجساسيس تسأل روحك انه ما هو الطرق اللي معناها يسألني بها باش نجاوب بالاجابة هذه وهذه هي ضم نظر مهمة ونعودهم انه تسأل روحك كيف جدت في مخي الفكرة باش نجاوب ثانية حاجة ما هو الأسئلة اللي نجم يسألهم اللي باش نجاوب بنفس الطريق وهذه هي حلم مشكلة كبيرة تلامذة اللي هو يقول لك نقرأ سوما تشفي مخي الفكرة نس قاعد يشير النصيحة ثلاثة اللي هي نفسية فما تخافوش الحكاية سائلة وماشي معاقدة وما تنرى بس سراحك وما تبرأت تحس قنابل موقوتة تحس خايفين على الأخر ويتنربز وفيسعة خلي دمك بارد وخذ الأمر ببساطة ولا بس واللي بشي قد ربي ذاك من الحاجات اللي تساعدك على مسألة هذه ما تخافش معناها لن أعطيك بعض الحاجات الحاجة الليلانية انه تؤمن بقدر الله النبي صاني قال أول ما خلق الله القلم أول حاجة خلقها ربي في قبل السماء الأرض وقبل الآدم وقبل كل شيء خلق ربي القلم وقلم ماذا يكتب لي بشجرة في الكون كل يكي وندخلش في تفاصيل أما كل حاجة بشي تصير لك لم تكن لي تخطيهاك ما أصابك لما يكون لي أخطيك وما أخطيك لما يكون لي أصابك معناها أنت شم يجيك في الدفور وكذا كل شيء ذاك مقدر لك من ألف سنين المسألة الثانية اللي هي مهمة انه كما وردتك في الفيديو اللي فات صنف روحك شنوه معناها سيئة له وحصلها ما في الصدور صنف روحك انه بسكنت متلامذة البهين ولا متلامذة المتوسطين ولا متلامذة الضعاف معناها وعلى حسب أنت وانت صنف روحك يكون طريق ترفيزيون إذا كانت متلامذة البهين وعرضك اكزاسيس أو سؤال معناها صعيب على الأخر ما تتعقدش وما تقولوا انك شابت هذا فاهمه وكام شي يأتيك في الدفور وكام شي يأتيك في الدفور اطمئن معناها معناها تتعقد روحك وحتى كانت لوشت على الإجابة وما تلقيش الإجابة اذا كانت متلامذة المتوسطين لا تحاول ان تتعقد مباشرة صعب حاول تتمكن من الأحوال حاجات الولانين وإذا كانت متلامذة الضعاف وهذه مهمة للضعاف أراه البروحك انه البروحك انه شهر وعشرة أيام معناها ممتدة حتى لدورة مراقبة حبيتنا نقول لكم انه فيما برشة لامذة ضعاف ونحن نعلم أنه فيما حاجة اسمه كنترول فهذا ما تريد تعمل تراجع معينة وكي تراجع معينة وكي تراجع معينة اخرى وحبيتنا نقول لكم مزايا اخرى ان شاء الله لنقوم برشة ثلاثة حصص مجانية ثلاثة أيام نحن نقوم بفعل أسهلتكم تعلمات الفيزيك حظر الأسهلتك ونرى ما فاهمتك ونحن نقوم برشة ثلاثة ونقوم برشة ثلاثة ونقوم برشة ثلاثة ونقوم برشة ثلاثة نذكركم بنصيحة ونقوم برشة ثلاثة ونقوم برشة ثلاثة السلام عليكم یہ محاولا قد أحزف انظري